هذه النبوات تظهر الرسالة المحورية في كل الكتاب المقدس فكل الكتاب المقدس من سفر التكوين إلى سفر الرؤية تتمحور حول شخصية المسيح المسيح اللي اليهود كانوا بيتوقعوا مجيء المسيح والمسيح المسيح الذي جاء وتمم نبوات العهد القديم وتظهر المسيح في خطة برنامج الله ولهو خطة الفداء وخليني أعبر اليوم هذا بدل على صحة الكتاب اليوم مثلا اليهود في إسرائيل مازالوا بيتوقعوا مجيء المسيح كمسيحيين احنا من آمن أنه المسيح جاء اللي هو شخصية يسوع المسيح وقدم الفداء فإذا هذا اندل على شيء الكتاب المقدس رغم أنه فيه اختلاف بين اليهود والمسيحيين لكن فيه الرسالة المحورية اللي بتتعلق حول المسيح المسيحيين أو المسيحيون يؤمنون أنه المسيح قد جاء في الجسد وتمم خطة الخلاص وأنه سيرجع ثانية في مجيء الثاني اليهود بينتظروا مجيء المسيح طبعا مسيح سياسي اللي رح يخلص إسرائيل وأرشليم ويثبت مملكته على كل الأرض فرغم الاختلاف لكن الرسالة المحورية هي رسالة واحدة تتكلم عن المسيح وخطة الفداء